الجانب التاني نروح لمنتخبنا الوطني نهاردة منتخب مصر عنده مباراة انا عايز اقول مباراة عنق زجاجة مش عشان قوة المباراة او صعوبتها بالعكس يمكن الفرق التاريخ ما بين مصر وغينيا بيساو فارق كبير جدا سواء على المستوى المالي او على المستوى العناصر اللي موجودة في منتخبنا بالمقارنة في منتخب غينيا بيساو ولكن هي عنق زجاجة ليه انت النهاردة عندك تسع نقاط اقرب المنافسين غينيا بيساو اللي هتلعبها النهاردة خمس نقاط بوركينا اللي هتلعب بالليل النهاردة مع سيريليون ده اربع نقاط وده اربع نقاط اذا ربنا قرمك وكسبت هتبقى 12 نقاط بعد تقدر تقول بدري بدري كده بتحسن موضوع تأهلك للولايات المتحدة الامريكية مش هتستنى بقى حزبة بيرما وتستنى الدوري التاني والكلام ده كل توصل 12 نقاط هتستنى المطش اللي جاي الجودة الخمسة في مارس السنة الجاية هتلعب اثيوبيا توصل تبقى 15 نقطة يبقى العلامة الكاملة من الدوري اول خمس مباريات بخمس انتصارات لما تبص على اقرب المنافسين كلهم بيتعادلوا مع بعض فنتيجهم دي بتساعدك يعني انبارح مثلا جيبوتي واثيوبيا اتعادلوا واحد واحد قبلها كانت اثيوبيا اتعادلت مع غينيا بيساو بوركينا قبلها كانت اتعادلت وخسرت من مصر فتبص على ترتيب المجموعة مصر تسعة غينيا بيساو خمسة بوركينا وسيراليون اربعة استيوبيا ثلاث نقاط وجيبوتي حصلت المجموعة بنقطة واحدة النهاردة لو بوركينا وسيراليون اتعادلوا هيبقى خمس نقاط زي غينيا بيساو انت ربنا قرمك وكسبتها تبقى 12 نقط يبقى 12 خمسة 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 فرق سبعة نقاط الجولة اللي جاية تكسب تبقى 15 فرق عشر نقاط يبقى انت بإذن الله عنقوا الزجاجة النهاردة مع غينيا بيساو لو كسبت نقدر نقول ان شاء الله بإذن الله قبل نهاية التصفيات ب3-4 جولات مصر في الولايات المتحدة الامريكية في كاس العالم وده اعتقد يبقى حاجة كويسة جدا لان بصراحة التصفيات يعني تسع منتخبات متأهلة من قارة افريقيا للبطولة ده حاجة المفروض يعني مصر تخلصها بدري بدري زي ما احنا شايفين المجموعات التانية تونس بتخلص بدري كوديفور بتخلص بدري المغرب بتخلص بدري يمكن الجزائر دخلة في حزبة بيرما بعد اخسارتها اخر مباراة على ارضها فبدري بدري مهم جدا تحسم هذه الجزئية طيب النهاردة ناس كتيرة بتسأل التشكيل المتوقع مين مصر النهاردة ممكن تلعب قدام غينيا بيساوي ازاي حسام حسن النهاردة عنده اكتر من فرصة انه يعدل في التشكيل ازاي محمد طيب على فاكر ممكن دي صور هي حاليا من مقر اقامة منتخبنا الوطن في غينيا بيساوي المنتخب حاليا بيستعد للمغادرة من مقر الاقامة الى ملعب المباراة طبعا المباراة الساعة سبعة دلوقتي الساعة خمسة وتلت يعني اعتقد المنتخب لازم يكون في خلال عشر دقايق ربع ساعة بكتير في استاد 24 سبتمبر في غينيا بيساوي عشان قبل ساعة ونص من معاد اللقاء فدي صور خاصة جاية من غينيا بيساوي من اتحاد الكورة بخصوص تحرك اللاعبين والجهاز الفني شايفين طبعا صلاح وتريزيجي وكل اللاعبين محمود سليم هو كمان محلل اداء الفني لمنتخبنا الوطني جهاز الفني كابتن حسام حسن كابتن طريق سليمان المدرب ان شاء الله بإذن الله يكونوا موافقين حارس مصر الاول محمد الشناو حارس منتخبنا محمد شريف احمد نبيل كوكا شايفين كمان هو مروان عطية نتمنى يا رب بإذن الله يكون المنتخب موافق النهاردة محمد حمدي اللي اكيد بنسبة كبيرة هيعتمد عليه حسام حسن في تشكيل منتخب مصر ياسر ابراهيم اقرم توفي طبعا معظم الصور قدامنا يمكن لعاب الاهل انت عندك حداشر لاعب من النادي الاهل النهاردة في منتخب مصر 25 لاعب منهم حداشر من الاهل تبتكلم ما يقرب من 40% من قيمة مصر من النادي الاهل طيب لما نروح على التشكيل النهاردة ايه اللي ممكن نتغير اولا طريقة اللعب من 3-4-3 اللي لعبنا بيها مباراة بوركينة ممكن النهاردة تتغير لـ 4-3-3 او 4-2-3-1 ليه انت عندك محمد حمدي كان تم ايقافه في المباراة الماضية بسبب انه اضطرت في لقاء الكنغو الديمقراطية في اخر مباراة كاس الأمم فبالتالي انزار فانزار خد ايقاف مباراة واحدة فالايقاف ده كان ساري على تصفيات كاس العالم فما لعيبش مباراة بوركينة فاضطر حسام حسن نغير في طريقة اللعب وفي التشكيل الفريد النهاردة محمد حمدي موجود في القيمة وموجود مع الفريد في غينيا بيساو فاعتقد وارد جدا طبعا لسه التشكيل الرسمي لم يعلن ولو تم اعلانه لغاية نهاية الحلقة اكيد هنكون معاكم ونقول لكم التشكيل الرسمي وقت ما يعلنه حسام حسن ولكن ممكن جدا ووارد جدا يبدأ النهاردة بمحمد حمدي كزهير ايصر طب لو بدأ بمحمد حمدي زهير ايصر ايه التشكيل المتوقع محمد الشناو في حراسة المرمى خط الظهر من الليميل الشمال محمد هاني باقريت اتنين مساكين الاستقرار على استمرار رمي ربيع ومحمد عبد المرعن في خط الدفاع ومحمد حمدي زهير ايصر في وسط الارتكاز لو هيلعب بتلاتة حمدي فتحي مروان عطية واحمد سيد زيزو طب لو هيلعب باتنين ارتكاز ايه بحمد فتح ومروان عطية محمد صلاح محمود حسن ترزيجي ورأس الحربة مصطفى محمد يبقى ده شكل التشكيل المتوقع لممكن منتخبنا الوطني يلعب بين النهاردة مباراة غينية بساو ايا كانت العناصر اللي هتلعب النهاردة او هتبدأ النهاردة انا كل اللي يهمني في ماتشو زي النهاردة لا اداء ولا شكل ولا مستوى انا كل اللي يهمني في اجواء مباراة غينية بساو نخطف التلات نقاط ونرجع مصر بخير باذن الله لان الرطوبة العالية ارضية الملعب مش كويسة قبل هذا اللقاء من يومين ثلاثة غينية بساوكا بتلعب على الارضاء مع منتخب اثيوبيا كانت المباراة يعني ده ما هتقيل لا فيه كورة ولا فيه فنيات ولا فيه مستوى يعني انت لو بسيت على مباراة في الدور المصري تقدر تقول اهم واقوى من مباراة غينية بساوي اثيوبيا لو بعدت فريق من الدور المصري يلعب غينية بساوي هيكسب ارضية سيئة جدا اجواء صعبة جدا اخطف وجري تاخد الثلاث نقاط وترجع على طول على بلدك لا تركز بقى في الاداء ولا في المستوى فانا يهميني النهاردة ناخد الثلاث نقاط لقدر الله اسوأ الظروف يبقى تعادل ايجابي اسوأ الظروف تعادل ايجابي اي نتيجة غير كده اكيد مش هتبقى مقبولة اه احنا على مستوى النتائج ممكن مع غينية بساوي لعبنا مثلا حوالي عشر مباراة منهم مثلا حوالي تمانية تسعة ودي مثلا يعني وكسبنا في معظمهم هنشوفها اكيد في الترند المحلي ولكن لما بتكلم على التاريخ ما بين مصر وغينية بساوي لا تاريخ كبير فرق شاسع ما بيننا وبين غينية بساوي على المستوى الفني نفس الامر لما لعبت جيبوتيا او لعبت سيريليون انت كسبت سيريليون على ملعب نجيل صناعي فانت محتاج النهاردة تعمل نتيجة على ملعب نجيل طبيعي يعني اول ملعب ممكن ارضية الملعب مش كويسة ولكن نجيل طبيعي مش نجيل صناعي فده ان شاء الله ممكن يؤهل مصر ان تأدي او تكسب المباراة بشكل افضل خدوا بالكم الحاجة تانية انت معاك غينية بساوي ومعاك بوركينة فاسو ومعاك سيريليون واسيوبيا وجيبوتي خمس منتخبات الخمسة دول ما بيلعبوش على ارضهم كله بيلعب بره ارضه معادة منتخب غينية بساوي اللي هنلعبوا النهاردة كلهم بلا استثناء معادة غينية بساوي بيلعبوا بره ارضهم اسيوبيا بتلعب في المغرب جيبوتي بتلعب في المغرب سيريليون بره ارضه بصوا كله بيلعب بره ارضه يعني حتى لما روحنا لعبنا سيريليون ما لعبناش في سيريليون لعبناها في بلد قريبا من سيريليون على حتى مش فاكر والله وقتها لما لعبنا وتعرفين التصفيات كل ست شهوره ماتش يعني فمش متذكر لعبنا معاها فين بس ما كانتش في سيريليون فالمجموعة بتاعتنا برضه فيها ميزة ان كل المنتخبات المنافسة ما عندهاش خصوص انها تلعب على ارضها بنية تحتية القدرات يعني البلاد كلها امكانياتها المادية مش بنفس القدر زي ما بنشوف بالتأكيد في دول شمال افريقيا الا غين يا بيساو هي الوحيدة اللي عندها ملعب معتمد فانتمنى ان شاء الله النهاردة منتخبنا يكون موفق في الفوز في هذا اللقاء طاقم تحكيم هذا اللقاء النهاردة هذا اللقاء هيديره حكم السوداني بحمود اسماعيل عارفينه طبعا ادار مباراة الاهل والرجاء وادار عدة مباراة للاهل في فترات سابقة ويمكن مباراةه مع المنتخب ما كانتش كتيرة بس ادار مباراة عديدة للاهل على المستوى الافريقي في مسابقات الاندية في الفترة الماضية نتمنى يكون حكم موفق المباراة ما فيهاش تقنية فار التصفيات كلها بتتلاعب بدون تقنية الفار على فكرة حتى اوروبا يعني قارة اوروبا ما فيهاش تقنية الفار هي تصفيات فيفا لما شفنا الحكم الكيني في مباراة مصر وبركينا للأسف يعني المستوى التحكيمي ما كانش جيد وكنا محتاجين يعني ضرب الجزاء لمحمود حسن تريزيجي وكنا محتاجين حيات كتيرة في هذا اللقاء التحكيم ما كانش إيجابي في هذا اللقاء وكان ممكن مباراة تتعقرب في اللحظات الأخيرة لكن الحمد لله منتخبنا ايدريكسا فالفار مؤثر ومهم لكن التصفيات كلها بتتلاعب بدون فار اهي سيراليون زي ما قلت حالكم ما لعبتش في سيراليون لعبنا في ليبريا فاحنا حظنا كويس جدا ان المجموعة كلها ما بتلعبش على أرضها إلا غينيا بيساوي هي الوحيدة اللي بتلعب على أرضها والنهاردة مباراتنا مباراتنا معاها هتكون الساعة سبعة بتوقيت القاهرة ده أمر متعلق به منتخبنا الوطن